اشتركوا في القناة قبيلتي بكر وتغلب كان الربيعة عددنا الابناء اكبرهم كليب وسالم الملقب بالزير ابو ليلى المهلهل وهو بطل حكايتنا المجلج اغار ربيعة والد الزير سالم على ملك قبيلة كنده وانتصر عليها فاستعان ملك كنده بالتبع اليماني فسار التبع الى بلاد ربيعة ودخلها محتلا وعندما لم ينصاع ربيعة لامره غضب التبع منه فاعتقله اعدمه على الفور وبقي ثلاثة ايام معلقا حتى جاء وزيره زيد ودفنه ثم دخل مر على التبع وطلب عفوه وانصاع الى حكمه وتوج كليب زعيما لقبيلة ربيعة خلفا لوالده وكان يحب ابنت عمه الجليلة حبا جم كان بطلون الزير سالم اصغر من اخيه كليب فكان طفلا عندما صار اخيه كليب سيدا على قومه بعد مقتل والدهم على يد التبع اليماني وتتالت الايام وكليب يزداد قوة وشجاعة ومسالة حتى صار فارسا لا يشق له غبار اما الزير سالم فكان فتا ضخم الجثة فارسا مغوارا شجاعا كرارا وميالا لللهو والنساء والخمرة ويحبه اخيه كليب حبا كبيرا لانه كان يرعاه بعد مقتل والدهم فجعله فارسا قويا ذا قلب صلب قاسي لا يخاف ولا يهب وبالمقابل كان الزير سالم يحب كليب حب بل اخي لاخيه الذي كان له بمثابة العوض عن الوالد وكان كليب ياخذ الزير معه الى الصيد والقنص ليعلمه صيد السباع والغزلان ليشتد عوده ويقوى ويصبح فارسا يشار اليه بالبنان فتولع الزير بالصيد وصار يقضي معظم اوقاته في البراري يصيد السباع ويتباهى باعدادهم ويفتخر بحمل رؤوس السباع الى القبيلة عند عودته من الصيد قال الراوي علم كليب ان التباع ارسل وفدا للاميرة يطلب الجليل زوجة له فغضب واحتار في امره فكيف يأخذ التباع منه عروسه فاشار عليه صديقه العابد نعمان ان يتظاهروا جميعا بالموافقة ويجهز صناديق العروس بطبقتين في الطبقة الاولى توضع الثياب والحلي وفي الثانية يختبئ فارس من الفرسان الاشداء ويمثل كليب دور مهرج الجليلة قد علم التباع من العرافين ان في الصناديق رجالا فارسلت تباع عبيده لتفتيشها فلم يجدوا فيها الا جهاز الجليلة ليش يا ترى كان هناك عرافي عجوز تضرب بالرمل فعرفت ان الصناديق فيها طبقتين وعرفت ان التباع ميت لا محالة فقررت ان تساعد القيسيين لتحصل على رضاهم ماداموا سيقتلون التباع بنهاية الامر فذهبت اليهم واعلمتهم انها تعرف خديعتهم لكنها قالت انها ستساعدهم ثم عادت الى التباع واخبرته ان الصناديق فارغة الا من جهاز الجليلة وان عرافه كاذب ومخادع فامر التباع بدقة عنقه واستقبل القافلة التي حملت موته في صناديقه قبل التباع روسه الجليلة مبهورا بجمالها مستعجلا الاختلاء بها لكن الجليلة طلبت دخول المهرج لتسليتها وما كان كليب بثيابه المضحكة وحركاته المجنونة ليثير الشكوك والمخاوف وفي اللحظة المناسبة انقض كليب على التباع فقتله وخرج الفرسان من الصناديق فكانت معركة كبيرة انتصر فيها القيسيون قال الراوي أسد يا كرام بعد قتل كليب التباح أصبح من كبار ملوك العرب وله جيش جرار طوع بنانه كما بنى لنفسه قصرا بديعا سكنه مع الجليلة أما سالم الزير الذي كان في المعارك أسدا كرارا كان في السلم يلهم عن النساء ولا يفلته كأس خمر من يده ومرت سنوات يزداد فيها نجم كليب سطوعا حتى اجتمع أمراء بني مرة وضربوا في الرمل فعرفوا أن جساسا أخوهم سيقتل كليب لا محالة وأن الزير سالم سينتقم لأخي ويقتل أمراء بني بكر وأبناء مرة عن آخرهم فما كان من مرة إلا أن استدعت جليلة زوجة كليب وأنبأها بأخبار الرمل الذي يقول فإن قتلوا الزير يختفي صاحب السأر لكن الجليلة قالت لهم إذا قتلتم الزير فسيأخذ كليب سأر أخي وتكون الحرب أشد وأقصى فقالت دعوني وستروا وستروا ما يكحل عيونكم وعيوني قال الراوية سادة يا كرام كادت الجليلة للزير وألبت عليه كليب وقالت له الزير جعل أصر سكران وعيونه عليها عم تئدح نيران فغضب ونفاه إلى المراعي وزادت في كيدها بدون داعي وحرطت قليب فقالت له الزير عار علي كجب أن تتخلص منه لتهابك وتصفو قلوب العرب إليك فأودعه في واد كبير لا بشر فيه ولا نفوس وينفز الزير مشيئة أخي محبة وطاعة ولم يشفي ذلك غليل جليل الطماعة فخسرت الجولة الأولى واحد صفر ثم فكرت بحيلة فيها يعاش فتمارضت ورقدت في الفراش ثم قالت لكليب إن دواءها حليب السباع ولا يقدر عليه إلى الزير الشجاع وآفق الزير وطلب من كليب سيفا وقال أمرك مطاع لكن الجليل قالت له وهل تطلب سيفا وأنت بهذه الشجاعة ومضى الزير إلى مراده بلا سلاح وفي الغابة صارع السبع وغلبه فهرب من أمامه ثم جاءت اللبوة ووجتت الزير سالم فحاولت لجوم عليه لكنه صعد إلى أعلى الشجرة واللبوة تنظر إليه تحتها حتى أقبلت أشبالها لترضع فنزل الزير بهدوء واندس بين الأشبال وأخذ من حليبها في قارورة وعاد أدراجه للقبيلة وخسرت الجليلة جولة الثانية اثنين صفر لم تهدع الجليلة فزاد غليلها وأقنعت كليب أن يتمارض بداء ويطلب من زير سالم أن يأتيه بالدواء وشو هو الدواء يا ترى لم تهدع الجليلة الدواء أن يأتيه من ماء البئر الذي تشرب منه السباع وهذا ما كان فساق الزير حمارا وقربتين ليملأها ماءا من بئر السباع وظل الزير وصل الزير إلى البئر وكانت السباع قد غادرته إلى البراري عدى سبع واحد كان نائما عند البئر فقال المهلهل لن أقتل سبعا نائما فهذا هو الغدر بعينه ربط الزير حماره ونزل إلى البئر فملأ القربتين ولما صعد وجد السبع قد استيقظ وهاجم الحمار وأكله فغضب المهلهل وهاجم السبع وجثم فوقه كجبل وقال له لك كيف يبتأكل حماري أما علمت ببطشي وقت داري وحق زمة العرب لابد من تحميلك القرب ثم ضربه حتى غاب السبع عن الوعي فلجمه بإحكام ووضع سرج الحمار عليه وحمله القرب على التمام وكان يضربه بالعصاي ويقول له يا أليل الأدب الذي يأكل حمير فرسان العرب أولى به أن يحمل القرب رح الطائج جليلي وخسرت الجولة الثالثة بتسبيت الكتفين وصار كليب يحب أخوه أكثر بأي وقت مضى لكن للأسف وقع القضاء واندلعت الحرب الكبيرة بين أبناء العمومة فقد ساد كليب على تغلب وعلى أبناء عمه البكريين فطغى وتجبر ومنع إبل البكريين أن ترد ماء إبله وتقصدت البسوس خالد جساس التي تكره كليب وكانت تعمل في التجارة فتنزل على الملوك بضائعها وهي التي كانت المسؤولة عن تجميل الجليلة في عيون التبع ليخطبها لأنها كرهت كليب وفيما بعد كانت سبب الحرب بين المكريين والتغليبيين كيف صار هيك يا جماعة هنا تأتي الحرب المدمرة حيث تقصدت البسوس أن ترسل ناقتها سراب إلى مورد الماء الذي حرمه كليب على غير إبله فرأى كليب الناقة فأرداها بسهامه قتيلة وقد وجدت البسوس في قتل الناقة فرصة زهبية لتستفز جساس وبدأت تبكي وتنوح وتندب ناقتها دون إحساس وبين الدموع والندب كانت تلوم جساس ولا تقبل ببديل أن تلك الناقة إلا القصاص فثار جساس وركب خيله يريد أن يقتل جمال كليب علال بديلا عن ناقة البسوس لكن القدر جعل جساس يقتل كليبا عند أحد الغدران تتهي حول القصة لحرب ونيران قال الراوي يا سادة يا كرام ولما وصر خبر مقتل كليب إلى الزير أعلن الحرب على جساس ولا صلح حتى يعود كليب حيا هاي كب الرأس وكانت الجليلة حبلة بابن كليب لكنها أخفت الأمر عن التغليبيين وتربى الولد في بيت خاله لا يعرف حقيقة أمره واستمرت الحرب أربعين سنة ويقتفي على أثرها الزير سالم ويعتقد جميع أنه قتل فيما كان قد فقدها الذاكرة وبعد سنين استعاد ذاكرته وتابع استكمال ثأري فعلم أن جساس قد نفى نساء التغليبيين بعيدا على المدينة وحرمهم من الزواج إلا سبايا فيعيد الزير تجمع حلفائه ويخوض الحرب مجددا بعد أن يتعرف إلى الجرو ابن كليب ويتظاهر الجرو أنه سيعقد صلحا مع جساس دون ريب وينقض عليه ويقتله انتقاما لوالده كليب قال الراوي يا سادة يا كرام بعد مقتل جساس ينفض الحلفاء من حول الزير حيث اعتبروا أن ثأره قد انتهى بالتدمير لحرب قتلت الكبير والصغير لكن الزير يريد أن يستمر بثأره فيعيد الحرب بعناد كبير ويرسل الحارس بن عباد ولده جبير كرسول ليحقن الدماء بين أولاد العمومة بالأصول ويقتل الزير جبير مما يجعل الحارس يتدخل في الحرب لأول مرة منذ دلاعها وهو صاحب الجملة المشهورة هذه الحرب لا ناقتلنا فيها ولا جمل ويتبارز الحارس مع الزير رغم كبر سنه فيقع الزير عن حصانه ويتوسل الزير للحارس أنه ما يقتله ويعفي عنه وتنتهي الحرب عند هذا الحد أما الزير فينكسر ظهره في هذه المعركة الحمقاء ويقتل بعدها ويدفن في الصحراء وبمقتل الزير تنتهي حكاية حرب البسوس التي نستدل منها أن كل هذه الحروب التي قتلت بها الناس ودمرت ممتلكاتهم كانت بلا فائدة لأحد قال الراوية سادة يا كرام الحروب لا تخلف إلى الكروب والمنتصر فيها خاسر ولو كان كليل الغار على راسه ظاهر فالسلام إذا كان كلام فهو لصالح الكل تفاهم ويعام لكن حرب البسوس دمرت النفوس رغم أن قبيلتي بكر وتغلب معرفتاني بالتفاهم والسلام وإلى اللقاء في حكاية قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر